السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل معكم المحاضرة الأخيرة من البلوك دايجرام ريداكشن ناعدنا عمليات اللابلس راح نشتازها لأنه من المفترض أن الطالب ماخذها بالمرحلة الثالثة وعمليات اللابلس عمليات سهلة طبعا لللي مفتهمها راح تكون عالطالب نوضحها ما بها أي صعوبة راح نجي إلى موضوع بلوك دايجرام اسمه استقرارية النظام وهذا الموضوع طبعا مئة بالمئة يجي من عنده السؤال بالنهاية استقرارية النظام المقصود نجي بشخص يوقف على كرة فمن يكون متزن هنا يصدر عندنا استقرارية فاستقرارية الأنظمة يعني لا تكون متذبذبة لا بها صعود ولا بها هبوط تكون أنظمة مسيطرة عليها فكيف راح تكون العمليات عليها وعمليات الحل هسنا راح نجي إن شاء الله نوضحها حتنا هنا close loop هذا close loop هنا close loop نجي نختزل نجي نختزل الblock diagram ويا summation فش راح تكون العملية مثل ما شرحناها بالمحاضرة الأولى الـ output على الـ input اللي هو الـ Y على الـ R الداخل على واحد عكس الإشارة واحد عكس الإشارة اللي هو رحصة زائد في اللي داخل block diagram اللي هو هذا في واحد هنا مكاتبينه في واحد اللي هو ما راح تتلقي مالته لأن هنا بالراجع ما عدنا block diagram فهنا أحسن من ما نوحد مقامات راح نضرب المعادلة ككل في ما بين القوسين S زائد 2 S زائد 5 فيختصر بحيث تبقى عدنا هذه المعادلة استقرارية النظام دائما راح بعد الاختزال ناخذ المقام نشتغل عليه حتى نعرف النظام مستقر أو غير مستقر فهنا راح ناخذ المقام مثل ما مضح أمامنا فرضنا K 0 أمامنا 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 سالب 2 سالب 2 أو سالب 5 2 3 3 4 6 7 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 15 هنا نحن هذه الاتجاهات نحن 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 من يكون بالطرف الأيسر بالجانب الأيسر النتائج من تطاعدنا بالجانب الأيسر راح يكون مستقر يعني بالسالب أما من تكون بالجانب الأيمن راح يكون غير مستقر نجي عندنا أيضا ملاحظات الملاحظة الأولى عندما تقع الجدور في الجزء الأيسر من اس بلين يعني هذا اللي الزائد خلينا فرضه فالنظام مستقر أما إذا وقع أحد الجدور في الجزء الأيمن اللي هو السيجما فرح يكون النظام غير مستقر إذا وقعت الجدور في الجزء التخيلي أو على الجزء الخيالي فإن النظام يكون في حالة أوسليشن يعني متذبذب الجزء الخيالي اللي هو جي دابليو أو آي دابليو تخيلي وتدعى هذه الحالة أيضا مورغون عندما يكون بنفس المكان في الجزء الأيسر يعني بال استقرارية يكون في نفس المكان راح يكون كريتيكال دامبت مثل ما مضح هنا عدنا سالب ثلاثة بسالب ثلاثة يعني راح تكون نفس النتيجة عندما تكون الجدور في الجزء الأيسر ولكن بارتفاع أي فيها تخيلي يعني متجهة إلى الأعلى اتجاه التخيلي بتدعى هذه الحالة أندر دامبت يعني تحت التخميت أما عندما تكون جدور في الجزء الأيسر ولكن على اكس أكسس وبمواقع مختلفة مثل هنا هسه راح يكون أوبر دامبت يعني هذه الملاحظات لازم نعرفها عدنا هنا مثال هنا المثال عدنا مثل ما مضح أمامنا بلوك دايقرام الكي وعدنا البلوك دايقرام اللي هو واحد على اس زائد اثنين اس زائد اربعة والراجع هو بوينت خمسة أول خطوة يقول find the closed loop يريد closed loop اللي وراء مزلة M فكيف راح نطلع closed loop نفس العمليات اللي نعرفها هنا مباشرة الكي يضرب في هذا البلوك فرح يصير كي على اس زائد اثنين اس زائد اربعة اللي هو هذا فعدنا closed loop أيضا راح يكون الفيت وورد على واحد أكس الإشارة الفيت وورد في قيمة الباق وورد اللي هو أو بوينت خمسة أيضا بعد ترتيب المعادلة كيف راح تكون طبعا راح تضرب في اس س ستضرب في اس زائد اثنين اس زائد اربعة نعم سوينها بشكل مباشر ونفسخين أو فاتحين الأقواس بحيط طارعتنا هذه النتيجة يعني الطالب يجي يفصل هذه العمليات راح تطلع عنده هذه النتيجة هذه عملية رياضية سهلة هاي أول خطوة انتهي هنا منعتها الخطوة الثانية يقول find the steep response احنا steep response اخذناه بالبدايات بالمحاضرة الأولى for closed loop if k is يقولك عندما k سألنا واحد وسألنا اثنين وسألنا ثلاثة فأول شي راح نجي ناخذ المقام حتى نقدر نشتغل هذا عندنا المقام المقام دائما او مدائما هيتش أشكال راح يحل بطريقة الدستور اللي هو اس تربيع اس 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 نجي فقط نعوض القيم اي قيم احنا اللي فرضناها الاي اس تربيع معامل مالتها شقيد واحد احنا البين معامل مالتها ستة السي معامل مالتها ثمانية زائدا و بوينت خمسة كي فمن نعوض هن رح تطلع عندنا هذه الصيغة فاهنا نجي السعن ماء كي ناخذ يساوينا واحد و عندما يساوينا اثنين و عندما يساوينا ثلاثة فهنا ناخذ عندما يساوينا اثنين رح يطلع عندنا الاس وان والاس تو سالب ثلاثة بسالب ثلاثة فراح احنا مثل ما تعلمنا اذا يقع في نفس المكان رح يكون كريتيكال دامبت عفوا اندر دامبت هنا المفترض نعوض كي يساوينا واحد اللي هو هذا معوضينا كي يساوينا واحد طالع عندنا الاس وان والاس تو هذه النتائج بعد ما طلعت هذه النتائج هنا القيم مختلفة على نفس المحور اللي هو فهنا المفترض يكون يتاع على محور رح يكون محور دامبت فهنا رجعنا عوضنا الاس وان بالبلوك دايجرام نجي نعوض الاس وان مكان الاثنين والاس تو مكان الاربعة فراح تطلع عندنا هذه الصيغة بعد ما طلعت هذه الصيغة نكمل حل مالتنا عدنا يقول يعني ثابت اللي هو ذا نرجع نسوي الابلاس رح يصر واحد على اس لان ثابت فقيمته واحد فيصر واحد على اس نضربه في المعادلة اللي طلعناها او اخر معادلة هنا واي على ار بعد ما عوضنا الاس وان الاس تو راح تكون بهذه الصورة بعد ما طلعتنا بهذه الصورة هذه ما نقدر نحلها حتى نتخلص من الاس فراح نشتغل عمليات لابلاس لابلاس انفيرس حتى نرجحها الأصل فهنا هذه عمليات لابلاس اللي هي اي على اس زائد اي 2 طبعا هاي اي 2 نقدر نسويها بي وال اي 3 نقدر نسويها سي ماك فرق لكن هم نسويها اي اي 2 اي 3 نموزع توزيع صحيح هنا اي على مود نقدر ناخذ او نحول الى لابلاس يعني الاي معتبره في الرقم منزل الرقم منزل الرقم منزل الاي فيصبح يبقى عندنا واحد على اس واحد على اس من رجعة الاصلة عمليات لا بلاس راح يكون واحد مثل هذه الصورة كذلك بالنسبة لل A2 والA3 ايضا كلهم يرفع الى exponential فراح تطلع القيمة مالتنا بالحاسبة او من خلال حاسبة A1 والA2 والA3 الشور راح تطلع عدنا هذه القيم راح ناخد exponential بالنسبة لل A2 exponential سالو 3.707 T كذلك بالنسبة لل A3 بعدها ايضا نعوض K2 يعنا شوية عملية صارت معقدة او استقرارية النظام يكون اكثر تعقيدا من المحاضرات السابقة اختزال lock diagram لكن احتمال تجي اسهلة جدا سهلة بالنسبة لاستقرارية النظام يعني هيت السؤال هذا سؤال جدا معقد فايضا نرجع نحل بالقانون الدستور فراح يطلع عنا ايضا نفس القيمة السابقة اللي هي سالب 3 ونقدر نكتفي بالقيمة السابقة ايضا عدنا ذا steep response ناخذ ايضا steep response نفس العمليات لكن بارقام مختلفة لان رح معاوض سارب 3 فاطلع عنا هذه القيمة احنا احنا معاوضين k يساوي اربعة نرجع نشوف السؤال احنا طبعا يقول لك find k which give critical damped يعني وجد للك اللي تصنع critical damped and over damped and under damped يعني k اللي تصنع critical damped طبعا وجدنا الكي احنا عفوا وجدنا الكي اللي تصنع over damped هس هنا k يساوينا اربعة هنا متخذ k يساوينا اربعة حتى يطبق النقطة رقام ثلاثة حتى نوجد critical damped and over damped and under damped هنه طبعا للك تخيلي هنه نعرف مني طبعا تخيلي ايش راح يكون ابيع حالة هنه ايضا عمليات لا بلاس كلها اعادة ايضا عمليات لا بلاس راح تكون اعادة ايضا ايضا اهنا عمليات تطبيق لللا بلاس اهنا الباقي ايضا كلها عمليات رياضية تخص اللا بلاس ايضا 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 اثناء اثناء الامتحان لكن كثرة الحل باليد راح يقوط طالب على حلول مثل هكذا اسئلة اسأل الله الموافقية لجميه اشتركوا في القناة